سوف نشرحه بهذا الفيديو و بهذا اللقاء عن الألمنتر اللي هو بيج بيلدر كمان مرة لو انا بدي مثلا ابني الصفحة تاعتي بدي ابني الصفحة تاعتي و بدي يكون في ديزاين معين لانو انا مش كتير مثلا اشاطر بتقسيم البيج لهاوت و كيف بدي اللوكس كيف تكون في جوا الشاشة فبستخدم الالمنتر فاول شغل سيقدروح على بلاغنز و من بلاغنز انا اردي بنزله هاي اسموه ممكن تتروحوا على اد نيو خلينا ايضا بنا نسوي ايش جديد هاي وارد برس 2 هاي ويبسايت جديد لحت ما يكونش انو البلاغن انستود عليه لحتى تشوف كيف ممكن نعمل هاي البلاغن اللي انا بدي اياه اللي هو دراج اند بروب ممكن تفرحوا الديسكريبشن وتعرفوا لايش هو هاي البلاغن من الديسكريبشن انستولناه طبعا اي بلاغن انا بضيفه على الورد برس انستولد بس ما بيكون اكتيفيتد فالمفروض انو انا اروح و ممكن اعمل اكتيفيت او اذا بعد فترة حسيت انو البلاغن اللي اشتغلت عليه مش مزبوط او ما بفيه بنيش فهي بعمله انا انستول Lloyd theyactivate لو فكرت انو ممكن ارجاله بالمستقبل فهو حاليا اكتيفيتد اكتيفيتد صار موجود عندي جوا الانستولد بلاغنز لروح على estamos ما فيش اشي يعملهو هان طيب بدي اروح و اشوف هاد البلاغن كيف ممكن نساعدني مثلا لو رحت على عمل شؤiels عملت Add New Page. صار في عندي ايقونة جديدة موجودة بالصفحة اللي هو Edit With Elementor. اضيفها. هاي الصفحة اللي راح افتح لي اياها. تمام. من هون بيعطيني Menu. شو الشهر اتبود ان اضيفها. اضيفها. كل هدول الشوالات اللي على الجنب انا ممكن اضيفهم على الصفحة تاعتي. طبعا كيف ابلش. احكي لهون لوا Drag Widget. كليك. فبسألني كيف بدك تكون تقسيمة الwidget هاي. في عندي عدة اشكال مثلا لو انا بدي اضيف Text وجنبها صورة ممكن اختار هاي. فبقسم لي اياها بهذا الشكل. طبعا ليش جايات على الجنب حسب بالثيم. المفروض ان احنا غيرنا الثيم اللي موجود عنا. هذا الثيم كان موجود. ممكن نغيره ممكن نغير شكل الثيم. راح نتعلم كيف نغير شكل الثيم. فهاي هون ضاف لي ايه? بلوك صح? هاي البلوك شايفينها انتو? هاي البلوك ضافها جديد. فهاي البلوك زي ما انتو شايفين في عندي اللي هي كبسة الاد. انا طبعا اخترتها تكون مقسومة ولا قسمة. لانا بدي احط Text وجنبها صورة. فلو رحت انا على اشي موجود هاي pages. بدي ااخد هاي. هون بدي اضيف ده احكيله طرح كيف بدي اضيف Text. كليك عليها على البلوك المقطع اللي بدي اياه. وبضيف مثلا بدي Text Editor. وبضيف وبضيف جواتها Text Editor. ممكن هون بال Text. اضيف هاي. احكي انه هاي انا بدي اياها. او مثلا اتش 3. خلينا ازغرها. عبان ما نغير الثيم. هاي انا بدي اضيف الفقرة هاي. انا بعطي مثال بس. اي Paragraph. تمام. باجي هون كمان بضيف Image. Select لل Image. ممكن اختار اي Image بدي اياها. موجودة عندي على الجهاز. مثلا بتاخر هاي. طبعا حكينا احنا عن موضوع SEO انه كيف المفروض يكون Title, Description وال Alt Text. انه كلهم مثلا احط Description ويكون في Focus Keyword. استعملها في الكلمة اللي انا مركز عليها تاعت البحث. تكون مضمنة في Alt Text, Caption, Title. حتى يسهل على جوجل لو حدا عمل Search مثلا انه كان في Image. انه ال Image تاعته تطلع. الصورة تاعته تطلع بالبحث على الصور بجوجل. هاي insert media. صارت بهذا الشكل. طيب. هاي نعمل publish. هذا lock. طبعا ممكن تكون بهذا الشكل. بس طبعا احنا راح نغير الثيم. احنا مشتغلين اشي هون. فلو رحت على الكوب سايت تاني زى انتشايفين اني اغير الثيمة طبعا عيندي تاكست ويندي صور. اااااااااا اعلوت صور اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه shake اون직 سلط مكسر الحدياجة مظهرت gak شضب الليلة بتم. اهم ستوافت هاي شغلات آتي اونكن من أعباء مرضك فجيلة كيف انضيف هاي شغلات. او السطرة جدا انا اذا اضيف كمان مقطع جديد بس click على add بختار شو شكل البلوك اللي بدي اضيفه كيف بده يكون مقسم مثلا لو لقسمين مثلا اي اشي بدي اياه سواء text image video social icons هي مثلا هون اضفت المثلا لو بدي اضيف فيديو هاي الفيديو طبعا يراح احط اللنك تاع الفيديو البدي اياه بالاكاونr ايجب خرجها الخريف الانسى ان انا مثلا فيسبوك بدي احط اللنك تاع الفيسبوك صفحه التاعتي twitter نفس ليشي الاكاونتها كób conversations الاكاونت التاعي تمام بالزبط اللي هو مثلا دولة w.facebook.com slash digital marketing لو كان في عندك اكاونت اسمه digital marketing تمام طيب هيك نكون خلصنا عن